بزاي 9 مغاربة كانو كي يتمناوا انهم يعرفوا هذه المعلومة قبل ما يجوا لمريكنه رجfactو يجل متأخر ما زال ما عارف تعرفوا هذه المعلومة وما عارفش يخدم بيها. غادي نبرضاجي معكم اليومار اخوان اهم الحويج اللي خاصكم تكونوا عارفين من النهار اول. وامتم تضرعو عليهم وتقارعموهم كثير جme Chance المغاربة في المريكان وما عارفه اتحاshe هتهم ساهلهم. اما لو عن فضي من عارفهم لديهم أنا فلا نسيت اشي حاجة وكان شي مغربي يعيش في مريكان معنا في معلومات اضافية اللي سقدر تنفع المغاربة اللي غادي جيو المريكان. اول حاجة فاش كا تجيو المريكان هي الكريديت كارت. الكريديت كارتة الاخوان ارى ما كيناش في المغرب شو ما تقول لي الا كينا ولا ما كينا. ولكن السيستام ما كينش. شو معناه دياله? الكريديت كارتة هي واحد لكارتة الاخوان اللي خاص تكون عندك ابتداء من النهار اللول. تحط ترجلك في مريكان تاخد الكريديت الكريديت كارتة هي واحد لكارتة اللي كتشيري بيها. اه كيكون فيها واحد المواطة ولكن كتعود تردو. واحد الفلوس اللي ماشي ديالك كتخدم بهم وخاصة كتعود تردو وما كتخلص لازان تيري. اينا رديت يوم قبل واحد الوقت. وهذهنا هضروع عليها شي بالديتيلز. بالنسبة الدبيت كارتة هي الا كارتة اللي فيها الفلوس ديالك في بانكة. عندك واحد الالف دولار كتشد دبيت كارت كتخسرها. كتبغي تعود تخلص. يلا ما عندك فلوس في البانكة ما كتدوش. بينما الكريديت كارت من كلك تشري لانهم اصلا ماشي فلوسك. وماذا تلفتو قولوها لي في الكامنت. بنشرحها في شي في فيديو بوحدة. افضل حاجة خاصكم تديرو فاشدول المغير امريكان. وانكم تديروا الكريديت كارت. اول كريديت كارت كنظن بانك تقبل الناس اللي مخدمينش. ويلا عجوا. هي الكريديت كارت ديال كابيتل وان سيلفر. كنظن. ما متأكدش مئة بالمئة. ولكن انا لقيت شي واحدة اخر هتقبل عليكم. ولي كتعطيك كتعطيك تقريبا ما تكتفوتش لك الفين دولار ولا واقع الى الف وخمسمائة دولار. لانك جديد ما عندكش كريديت سكور ما عندك وانو. ضروري تكون عندك. هادي اللولانية. لش كتطلح الكريديت جديقات. وانها كويداك كرت خاصك. كويداك كارت كتطلح الكويد튼 سكور خاصك. تطلع الكويدiven ديالك. بش نهار كاتبحت تاخذ كريدي يزيل دا ولا التنامبيل. ولا كاتبغي تكري الكرا كي بغي يشبه الكويديت سكور ديالك. بخص الكويديد uno سكور جيك هي طلع. وكلما كتبدأ. بكري من uno كل ما افضل بالنسبة لك يتلعب واحد سرعة كبيرة. مزيان. سو انا نوع دي الكارت اللي خاص يكون عندك. هنا دي بيدز. معظم المغاربة رأي ديالي انا اللي كنقول لهم. هو ياخذ الكارت اللي كتكون فيها المايلز. دياللي في وياج. كتكون فيها. كل ما كتستعملها. كتتاخذ واحد النوقات. وادوك النوقات كيخولو لك انك تاخد طيارات مشي تشري تيكت ديالطيارة للمدينة اخرى وللمغريب بتمن اقل. مؤخرا الاخوان انا فاش بشيت المغريب. ما قالت تقام تعليه بشي تلتمية دولار. ليه نورمال مو. هادك الطيارة خاصة تكون شي الفين دولار حيت في الصيف وتوقيت في شكل ورزرويت في اخر دقيقة ولكن مع دليك خلص تفقط غير تلتمية دولار. علاش? لانا عندي الكارت ديكو ديكارت اللي كانت كتجمع ليه المايلز. غادي تستفدوا بزاف الاخوان غا بدأت تقامع ليكم لفوياج للمغريب. بات ميناء رخاص. ستقدروا تستعملوا امريكان ايرلاينز للكاتيكارت دياله. حيتي يلي كتديل المغريب. تقدروا تترزير فيه عن طريق امريكان ايرلاينز. على حسب كل واحدة هنا اياه في انساكن. انا كان اعظر مع الناس اللي مساكنيش في المدن او الولايات اللي فيهم غويلة معه. بحل ده بمثال انك ستاكن في ميامي موضوع اخر. بحل ده بان ستاكن في ولاية تنسي. يلا بيت نشي مثلا المغريب خاصني ايما ندوز الفلوريدا بش نمشي او ندوز نيويورك اه ومن ثم ما قدر نمشي. هدو ما الطرق الوحي. ودار خاصني نمشي مشي طيارة من هنا ايما امريكان ايرلاينز جيت بلو الى اخيرة. اه اذا انا كان فكر بان امريكان ايرلاينز مزيانة ولكن تقدروا تستعملوا كابتلوان وقيلة في هال في هالمايلز. ها دي الحاجة اللولى عش نستعملو كوديكارت. الحاجة التانية قدنا الحاجة اللولى هو السكور بشي طلع السكور ديك باش تقدر تكريه باش تقدر تدير بزرد دي الحواج. والحاجة التانية هو المايلز باش تقدر تنمشي للمغريب. فابور بقت منها منخفضة جدا. اه وبعد ما تقدر تطلقها بزنس كلاس تقدر تدير لها الابغريد تولي في بزنس كلاس. اه الى اخرى. سو ها دي من ناحية دي لكوديكارت. على شخصة تكون عندك. على هاجة الحواج. اذا نسيت شي حاجة اه كتبوها لي في الكامنت. نضرع عليها في اه في مرة الجاية ولا شي حاجة بحالك. حاجة التانية اللي خاصك تعرف. هو النظام ديال الدرائب مريكان. خاصة الناس اللي غادي يخدموا سلف امبلويد. همشي يخدم في اوبر غادي يمشي يخدم في دور داش. يفرق على الماكلة الى اخي. سيعرف اه يتعامل مع ضرائب. الفيديوات كنين بزاف بالعربي اذين ومصريين. على ضرائب بامريكا. قلبوا على رأسكم. الناس اللي ما عندهم مش مع الانجلي قلبوا على رأسكم طريقة عادية بالعربية. الناس اللي عندهم مع الانجلي قصدوا كيفية اه ضرائب اه مثلا اه يو اس وعطى الله فيديوات كيشرحوا لكم من زيرو. ده رخص كتعرفها. اذا كيديوات كارت خصت تستعملها. ضرائب خصتك تعرفهم. والحاجة الثالثة هو فاش تخدم. تشوف النوع ديوات كيش تخدم. خصتك جوش تلحويش تعرفهم. الحاجة اللي اولا. الانشورنس ديال كي ديرا. واش مزيانة ولا لا. الان كانت مزيانة. ارى. اتشوف الديداكتابل ديالها. وابيتون الانشورنس عالم بوحده. خصك تعرف وقتاش تعزل الهاي داكتابل. هاد ندلي كاتعزله. واللو داكتابل. سنو الديداكتابل? هو داك المونطول اللي كتوصل ليه. وكتب تولي شركة كي بتتخلص معك. الكو باي. تخلص لك واقع الى ثمانين في المية. ولكن الى ضربتي داك الرقم. متلا نقولوا لو داكتابل كيكون هو متلا خمسمية الف الف دولار. الى ضربتي الف دولار من الاكسبنس ديالك. ديال الطب. مو را ديك الالف دولار كيبدي يخلصو معك. كتكمل العام كتعود ترجع من زرو عو تاني. انا مش يصعب اخلصو معك ديما. اه كيلي كيدر خمسالاف دولار. ولكن مو الخمسالاف دولار داكتابل. را كيكون عندو اه لو بايمنت ما كيخلصش بزاف. بينما الهاي داكتابل ما كيخلص بزاف. الهاي داكتابل ما كيخلصش بزاف. وهذه ارى طبيعية المعادلات. يلا ما زال ما فهمتوش قولوا لي نديرو شي فيديو دقيق. اه قلنا لانشونس خص نتعرفها. باش تعرف واش خصك تدير شي انشونس واحدة اخرى. اتخلي هذيك وغد وغد زيد شي انشونس واحدة اخرى تكون بيها. بش يلا جيب تعادل خاصة الناس اللي عندهم العائلة. ما كنضاش على الناس اللي بوحدهم. العائلة الولاد خاص ما يعرفوا هذه المعلومات هذي. ولكن جيوا ولاده. ولكن اصلا فميريكان. وعنده ولاده توخصوا يعرف هذي المعلومات هذو. هذي الانشونس. اه حاجة واحدة اخرى بنسبة الانشونس. خصك تعرف انه دي الانشونس اللي عندك. باش تعرف واش عندك الحق. في الاتش اي ساي اكاونت. الاتش اي اكاونت. وهو واحد الكونطة الاخوان. اللي ما معطيش لكل شي. معطي غير لبعض. اه كيخولك انك تدير الفلوس. وشركة ديك تعطيك شوية ديك تدير الماتشين. كتعطيك فلوس سوماية. وتقدر تنفيس دوك الفلوس. وهذه المعلومات هذي رايش حال من مغريبي ضارب عشرين خمسة وعشرين عام. انا في ميريكان وما في خباروش هذي الفكرة هذي. وكيقول اه كنك يضيع. حيت شركة كتدير الماتشين. كتعطيك فلوس فابور. ولكن تما في خباركش مكتديش الاتش اساي. وهذه الاتش اساي الاخوان الفلوس الى ام فيسيتوها في الاس ام بي ولا الناس داعك ولا شي اتياف. اه ما كتخلصوش ضريبة على الاربح. لان الفلوس هذي كتديل الطيب. وما عندكش لحق تجبدها. اه من غير الى كان اه شي حاجة عندها علاقة بالمارض. كتبوها تمين بعد الامر. كتبوها لي في الكامنت. نوضح شنوة الاتش اساي اكاونت وقتش خصو يكون عندك الى اخيرة. بغيتو تدخلو غير اليوتيوب دخلو ديرو اتش اساي اكاونت. وغضي يشرح لكم كل شي بالواضح. دن هادا هو الحاجة المهمة في الانشورنس. عاو تاني ندوزو الحاجة احد اخرى اللي هي اه الشي قولولي عاو الريتايرمنت. فاش كتكون خدام انت في شي شاريكة. كيكونوا ديري لك واحد لك تدير ريتايرمنت اللي هو الـ 41K. هاد الـ 41K هما كيحطو لك شي شوية الفلوس. وانت كتحت شوية الفلوس كيحطو لك الماتشين. ودوك الفلوس كيت انفيستو تهو ما. المشكلة هو انتي لما قلبتيش وما كتيش عارف الفوان كي. كيحطو لك واحد ديفولت في الانفيستيسما. اي انهم كيحطو لفلوس كيانفيستو بواحد طريقة. كيبيعوها لواحد المهم قيصة طويلة. ما اخدام ماش لك انك ما تكونش عارف. كتير ما كتيش عارف كيش تريوي لك واحد الحاجة تميدا توني 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 اه 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 اففتي ولا توني فوري على حسب لاش ديالك. كيش تريوي واحد من عنده واحد المؤسسة بالية. وكيبديو وما بلاستك. وفي غالب الاحيان كي اخدو ما الفخي ديالهم. وفي الغالب الاحيان كتضيع في الفلوس. في لوند. على المادة طويل كتضيع بزيد. سواء المعلومات الاخوان ضرورية. انا عود نقولهم بالزربة. كريديك كارت خسك تعرفها. تكون عندك. التانية الانشونس اللي خدمتي. والثالثة اه الاسميتو ريتيارمنت ديالك. الشي هو التقاعد ديالك خسك تكون عارف انا تقاعد درت لك شريك. انا حاول ندير فيديوهات بحلاكة في المستقبل توضيح هي للناس الجداد. ابغيتوا شي موضوع واخر كتبوه لي انا يا. نسل في ميريكان شي حاجة ما فهمتوهاش. بارتاجيو في الكامنت كتبوها. هنحاول نبارتاجي معكم دك شلي ما عارفش. ولا ولا شي حاجة ما عارفش رغضي نسوول ونبارتاجي معاكم. ولا كتو عافين شي حاجة تانتو ما بارتاجيو معنا. وسيو ناكستان.